موسيقى مساء الخير نحييكم بأجمل وأطيب تحية رياضية مسائية ومع أحداث حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة في بات حي ومباشر عبر قناة هلا الفضائية وموقع بند في البداية الرحيم بضيف حلقة اليوم السيد أحمد ويلال مساء الخير مساء الخير أخي إبراهيم وأجمل تحية رياضية إلى كل جميع مشاهدي قناة هلا مع كل الاحترام للمونديال والنتائج إقالة حايم سلفت في سخنين كما توقعت قبل عدة سبيب نعم بعد مباراة خسارة إتحاد ابناء سخنين أمام الرحيم أخي إبراهيم توقعنا أنه حايم سلفت ما يكملش مشواره في إتحاد ابناء سخنين وتأخروا كثير يعني الفريق خسر كثير نقاط خسر المباريات اللي كانوا بغنى عنها كانوا ممكن غيروا ويقيلوا المدرب بوقت بندرك شوي سنتحدث عن إقالة حايم سلفت والمدرب السخنيني وأيضا عن الفريق الشفعمري وآخر المباريات والنتائج في مونديال قطر الذي يستمر بتقديم الإطارة والمتعة ومن أجل الاطلاع على أخرى الأخبار والتحليلات ينضم إلينا من مجد الكروم اللاعب أصابك هشام كوان مساء الخير مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين أولا أخي شام خبرنا آخر المعلوماتك وين اليوم نحن من زمان اشتقنا لك كنت تتميز في الملاعب كنا كثيرا نتمتع باللقاء محاضرتك ومتابعتك في درجة العليا والممتازة وين أخبارك اليوم اليوم صراحة نتواجد أنا والأخ حاتم كريم بفريق اتحاد أبناء مجد كروم اليوم نحن مسؤولين عنه بكل الأمور عن طريق طبعا المجلس المحلي وبرعاية المجلس المحلي عندنا في البلد وكمان أنا اليوم بلعب في كرمئيل وكمان بتواجد معاهن في التدريبات في أمور التدريبات وكمان في أمور اللعب نعم أخي شام حدثنا عن مشروعكم في مجد الكروم بالرغم أنه مجد الكروم وللأسف الشديد وبالرغم من أنها خرجت ومازالت تخرج اللاعبين إلى أنها يعني غابت في السنين الأخيرة عن الدرجات المتقدمة أين فريقكم اليوم وما هي تطلعاتكم في هذا الشأن؟ اليوم التطلعات أنا والأخ حاتم وكان هذا الإشي طلب كمان من رئيس المجلس السيد سليم سليبي أبو شادي أنه إحنا نبني شبيبي وهذا المهم عنا في البلد لأنه إذا منمرو على أسامي في البلد اللي مثل ضياء سبع مثل عطاء جابر اليوم محمد ديك نعان عنا خامي في مجد الكروم ودايما بتخرج لعيبي بدرجات العليا وحتى وصلت لأوروبا وصلت آسيا وصلت أوروبا وصلت تركيا وهناك الكثير من الأسماء اللامعة ولكن حسب رأيك لماذا هدى التراجع في سنين الأخيرة؟ أنا بقول أنه كان في خطأ في البنيان الشبيبة يعني اليوم أنت بتطلع على مجد الكروم ما في نوعر وما في نعاريم لهذه الأجيال وللأسف بتروح على حيفا وبتروح على عكا وبتروح على كريات شموني لأولاد بتتوزع وهذه الخمات بتتوزع هدفنا أنه إحنا نأخذ هذه الخمات نطورها عندنا في البلد ونعمل شبيبة تكون قوية وتتأدم في الدرجات وطبعا كمان فريق الكبار أنه يتأدم ولمن الولد يشوف أنه الفريق الكبار بتأدم وعنده طموح كمان الولد بحب يجع على البلد ويتمرم في البلد ويتأدم كمان معنا كل الاحترام على هذه المبادرة والاستثمار بأشباب وما دمت أخي شام تحدثت عن فريق كرمئيل نريد من حضرتك وأنت كان لك الدور الكبير وأثبتت نفسك في فريق أبو عالحيفا وأيضا في أبناء أقال لد كيف ترى حضوظك ودورك في مساعدة فريق كرمئيل الذي تطلع من أجل الصعود الصراحة كرمئيل قبل بالضبط يومين كان في جلسة معاهم وكانوا بدهم أن أفوت معاهم على المحلكة نوعر وأكون أنا هيل محلكة نوعر عندهم في كرمئيل عندهم أكثر من ألف ولد من الوسط العربي يمكن فيه عندهم 450 إلى 500 ولد بتطلعوا أنهم يبنوا كمان شبيب ويبنوا كمان فريق كبار لكنهم يبنوا طبعا على إشي كبير هنا بدهم وصلوا للدرجة الأولى وبدهم للدرجة الممتازة وعندهم تطلع قوي وعم بيشتغلوا على الشغلات اللي هي ممكن تقدم هذا الفريق أنا بحس أن فريق كرمئيل رح يكون زي كريات شموني رح يتقدم ورح يوصل للدرجات العالية من هنا وبعد أن تحدثت هشام عن الدرجة العليا نتحول إلى سخنين الإدارة التقيل حايم سلفز بعد النتائج الأخيرة المخيبة للأمال في الدرجة العليا كيف ترى إقالة المدرب وتأثيرها وجل مدرب جديد من أجل تحسين النتائج لفريق التحادة من السخنين الذي بدأ بانتصارات وأنهى بسلسلة من الخسارات صراحة أنا تبعت اتحاد أبناء سخنين في أول السنة عن جد كان فريق أوي وكان يعطي عن جد فطبول كثير حلو حسيت مباراة مكابة الأبيب أثرت عليه هنا كثير من اللي صار بهذه المباراة واللي بعرفه إنه عم بحكوا عم بده نجيب المدرب برفوءة كو برفوءة ممكن إنه رفوءة ينطق الفريق ويعيدوا إلى الانتصارات حسب رأيك ممكن الرفوءة هو العنوان أنا كنت بستعين ببيرام كيال كلاعب وكمدرب بستعين في لاعب زي بيرام كيال وصل لأوروبا ولعب في أوروبا ما صعب عليه إنه كمان يقدر يساعد اتحاد أبناء سخنين بداخل الملعب وخارج الملعب مادم تتحدثت عن أبناء نتحول إلى فريق شقيقكم اتحاد أبناء شفاعمر درجة أولى الإدارة تجلس مع رئيس البلدية وتطلعات نحو السعود إلى الممتازة كيف ترى شفاعمر وحضوظها في الممتازة وهل ترى أن هناك أمر ضروري بوجود شفاعمر في دورة درجة الممتازة أنا صراحة ألعبت معهن العام ضد كرمائيل عندهن جمهور أول إشي بجنن وعندهن إدارة كثيرة منيحة وعندهن كادر وبنوا كثير أشياء حلوة هناك من النوعر لنعريم ليلديم للمدرسة للصغار بلشوا بين الأساس وبلشوا صح وبقول زي ما بقوله دق الحديد هو حامي السنة اللي فاتت طلعه على الدرجة الأولى فإذا في مجال أن يطلع على الدرجة الممتازة وعندهن كادر كثير حلو وعندهن جمهور بجنن وعندهن إدارة منيحة فهذه الفرصة بقول إنه مش لازم يخسروها بالعكس لازم بكل ما أوتوا من قوة إنهن يطلع على المنتازة وكمان يشوفه عامير زي ما بقوله ولادي وعندهن كثير خامات وعندهن لاعبين كمان لعبت في الدرجة العليا لكاء شيك مع كشام عشانيك سننهي هذا اللكاء مع المنديال بالرغم من الفوز العريك بالأمس لإسبانيا 7-0 ولكن لعبه مع كستاريكا كيف كنت تقيم المنديال حتى الآن وأي منتخب اللي لفت انتباهك حتى الآن من حيث الأداء من حيث التكتيب صراحة يعني بدنا نقول من حيث الأداء بس المنتخب السعودي عشان لعب مع أحسن لاعب يعني عبر التاريخ ليوني الميسي فالأنظار كلها رحت على المنتخب السعودي وإعطاء أداء جيد وما كانت يعني ما كان فوز بالحظ بالعكس كان فوز أوي وكان فوز مستحق للمنتخب السعودي وزي ما بقوله انتماءنا وعروبتنا يعني انبسطنا كثير للمنتخب السعودي وللمنتخب التونسي كمان ونتأمل إلهن النجاح يعني أفهم منك أنك لا تلغي بالرغم من الفوز يعني لا تلغي أن السعودية تنتقل للمرحلة القادمة بعد هذا الفوز يعني تعطيها أمل ما ما سمعت سؤالك بسأل إذا فريق السعودية منتخب السعودية حسب رأيك بعد هذا الفوز أنت تعطي الحظ أن ينتقل إلى المرحلة القادمة حسب رأيك أكيد 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 إله حظ كبير هو الحظ الأقوى لأنه كمان تنساش أنه اللعبة الثانية اللي كانت في البيت اللي إلهن خلصت سفر سفر فالأرجنتين خسرت نقاط والفريقين الثانيين اللي إبالهم كمان خسروا نقاط هن الوحيدين اللي بعدهم مش خسرانين إلهن الحظ الأقوى من سيفوز في الكأس حسب رأيك هل ستحافظ فرنسا على اللقب أم ستقول هناك اسم آخر مفاجأة أنا أقول أنا أقول ميسي سيأخذ المنديال لا أنت تعطي كومب يعني برغم من الخسارة أمام السعودية ميسي سيحمل رغم من الخسارة رغم من الخسارة رغم من الخسارة هاي أنا أقول الخسارة إجت بوقتها لأنهن غلبوا 36 لعبة فحسوا أنه رح ييجي كل إشي بالهوين فزي ما أقوله هذا الكف يمكن صحيحين وإذا الأرجنتين بتغلب اللعبة الجاي ما رح تخسر لآخر المنديال وراح تفوس فيه هشام كوان كيفما عودتنا دائما تعطي دائما بالمقابلات قنابل رياضية شكرا على هذا اللقاء الشيك دائما نتمنى لك المزيد من التقدم دائما تتحفنا بالمعلمات شكرا لك ونتمنى لك المزيد من التقدم والإستثمار أكبر في مجتمع الشباب في مجد الكروم شكرا لك شكرا شكرا كثير لك إذن أخي أحمد هشام كوان يقول نريد أن نستثمر بالعمود الشباب والشبيبة في مجد الكروم من أجل إعادة الفرق إلى مصارها الطبيعي وإلى القمة نعم يعني خطوة مباركة جدا وخطوة طيبة من رئيس المجلس المحلي مجد الكروم زي ما اسمعنا من هشام أنه حاتم كرايم وهشام كوان نجمين لابد مش حيال لأسماء مش حيال لأسماء نعم أسماء الهوزنها والهدورها ونجوم اللي سطعوا في كرة القدم الإسرائيلية قاعدين بيديروا منتخب أو فرق شبيبي وبابنوا لعبين صغار بجيل شبيبي وأشبال فهذا بيدعم وراح يقوي كرة القدم في مجد الكروم اللي ما أصلها مجد الكروم عندها نجوم كبار يعني موجودين اليوم ونجوم اللي كانوا قبل يعني اليوم النجم كبير هو حمودي كنعان وضياء سبع وعطة جابة أناك أقول بعودة دياء سبع لمكة بحيفة لو كنت محلو بتيجي نعم ضياء سبع على عتبة مكة بحيفة حط إجر وحدك بمكة بحيفة وهو في الطريق لمكة بحيفة لعب بآسيا لعب بأوروبا لعب بالصين نعم نعم بالصين ولعب بأوروبا بتوكية ولعب أيضا في مكة بنتاني وبير سبع وجوده وصوله لمكة بحيفة سيزيد قوة ضياء سبع وصل بكمة عطاء اليوم موجود ومكة بحيفة بحاجة للعب مثل ضياء السبع بعتقد اتفاك ومجيع ضياء السبع لمكة بحيفة راح يجدد وينعش الحياة الرياضية والتاريخ الرياضي لضياء السبع بتمنى لضياء السبع النجاح وان شاء الله انه برجع على مكة بحيفة مكة بحيفة فريق اللي بحارب وراح بده يفوز في البطولة الدولة هذا الموسم فبحاجه للاعب مثل ضياء السبع وأيضا تحدث هشام كوان عن أرجنتين أرجنتين خسيرات يقول انها ستفوز سيحمل اللقم أنا شخصيا أوافق مع هشام كوان بهذا الموضوع نعم أنا أوافق مع هشام الأرجنتين راح يوصل للنهاية بعتقد بعشي لم يكن الأداء المقبول يعني ممكن أن يصل إلى النهاية كان كثير نوع من 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 استهتار من عدم ثقة ثقة اللاعبين بنفسهم يعني اللاعبين الأرجنتين فاتوا لضغط معين يعني بشكل سريع يعني وفريق السعودي استغل هذا المشي إلى الدور عندنا حايم تسلبت روح حسب ما أنت قلت نعم رفوءة أحد المرشعين حسب رأي وهشام كوان بيقول لك ممكن بيرام كيال حسب رأيك بيرام كيال يمكن أن يكون لعب أو مدرب هل أنت مع هذا التوجه أن المدرب يكون نفسه لعب نحن نتحدث عن نرجع عليا بهاي النقطة أنا أنا بوافقش مع هشام يعني أنا بهذا الموضوع لا مش مع أنه مش مع أنه بيرام كيال يكون مدرب ولكن أنا بدأ ألفت وجهة نظر محمد أبو يونس محمد أبو يونس أنت إنسان قدير وواعي وعندك خبرة وإلمام في كونة القدم بشكل فضيع جدا عندك مدرب في فريق شبيبي اسمه صالح حصارمي عندك شادس بذات مساعد إلو أثبت حالهم وعندهم خبرة وعندهم انتمام هل يمكن لهؤلاء اللاعبين أن يكونوا مدربين وأن لو أريد أن يكونوا فريق سخنين إلى القسم العلوي أنا أراهن على صالح حصارمي وشادس بذات إنهم يقودوا فريق تحدي الناس أخني إلي خبرة تدريبية في الدرجة العليا بدون شك صالح حصارمي فاز على كاس الدولي مع كيرات شموني لما كان يدرب في كيرات شموني وصالح كان يدرب منتخب الأشبال في جيل معين منتخب بإسرائيل فصالح حصارمي أجل وقت إنه صالح حصارمي أبو يونس أجل وقت لصالح حصارمي يعطي الفريق وتوكل على الله يعني إن كان هشام كوان كان ينتظر تطعونا كنابل رياضي بحلقة اليوم إذن أحمد أمولال يقدم نصيحة لإدارة فريق التحديد من السخنين الاستثمار وإعطاء الفرصة للمدربين السخنينين بقيادة الفريق بدلا من المدرب المقال نعود إلى الشفاعمير رئيس البلدية والإدارة يجتمعان من أجل تجديد القوى دوري الدرجة الممتازة أنا سمعت رئيس بلدية شفاعمير السيدة أرسان ياسين والدعم الذي سيطيه لفريق الاتحاد بناء شفاعمير دعم قوي جدا لأن الفريق مديني مثل شفاعمير بحاجة أن يكون عندها فريق في مستوى فرق الدرجة الممتازة لأن فريق مكابي شفاعمير بالأساس من أول فرق ومن أقدم الفرق في الوسط العربي اللي كانت في الدرجات العليا فأعتقد أنه أجل وقت أنه مكابي أو اتحاد بناء شفاعمير اليوم يوصلوا للدرجة الممتازة في الإمكانيات الإمكانيات واردة وموجودة إمكانيات من ناحية مادية موجودة من ناحية مهنية موجودة إدارة ولاعبين على مستوى وتنساش مدرب قدير مدرب قدير يعني ما فيش جدل في اتحاد بناء شفاعمير مع أنه نجمنا المباراة إليهم في رأس المغرب من القوة أكثر من المدربين الآخرين أخي براهيم مواضح في كرة القدم لما يكون نجم لما يأتي نجم نجم اسمه معه وفقل وزنه وبيفوت وبيصير مدرب لفريق فجميع اللاعبين بلتفوا حوله وبفبتوا وبعطوا كل من كل طاقاتهم للمدرب على أساس أنه يتقدموا وينجحوا تستمر منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر والتي تستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل بتقديم الإيطار والمتعة مما يؤكد روعة المستديرة هو يشهد اليوم الخميس 24 نوفمبر العديد من المواجهات القوية وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة في المجموعتين السابعة والثامنة ومن المقرر أن يلتق عند الساعة التاسعة من مساء اليوم المنتخب البرازيلي مع منتخب سربيا ضمن المجموعة السابعة والتي تضم منتخبي الكاميرون والسويسرا الذي هزم الكاميرون بهدف دون مقابل في بداية مواجهات اليوم وبهذا الفاوز يحقق المنتخب السويسري فوزه الأول في مشواره في مونديال قطر 2020 إمبولو مهاجم السويسرا الذي سجل الهدف الوحيد في اللقاء رفض الاحتفال بعد الهدف بالنظر لكونه من أصول كاميرونية واحد صفر لسويسرا أمام الكاميرون بدون فرحة الكاميروني الذي يلعب في سويسرا نعم مسجل هدف ولاعب من أصول كاميرونية نعم وهو مواطن سويسري ويلعب ضمن منتخب سويسرا سجل هدف الهدف كان حلي وحدف جميل جدا يعني كان ففوز سويسرا اليوم سويسرا من منوع المنتخبات التي تعرف تسجل هدف وتحافظ عليه فهذا اللي صار اليوم يعني كان صعب على المنتخب الكاميرون أنه يسجل مع أنه وصلوا لعدة فرص ولكن صعب كثير جدا أمام الدفاع لسويسرا اليوم وننتقل مجددا إلى مجد الكروبة هناك نلتقي وإياكم في بث حي ومباشر اللاعب أصابك حاتم كرايم مساء الخير مساء الخير أخي برايم إلك لجمع المشاهدين أولا نحييك مرة أخرى أكي حاتم ونبارك لكم هذه المبادرة بالاستثمار بالكوادر الشبابية في مجد الكروب وكونك لاعب صابق وبدأت مشوارك في مشوار الشبيبة كيف ترى أخي حاتم الاستثمار بالكوادر الشبابية والشباب والشبيبة من أجل النهوذ بكرة القدم بشكل عام في الوسطة العربية أول شيء أفكر أخي برايم أننا لدينا مشكلة كبيرة كبيرة لأننا كل سنة عمليين نرجع عليها المشكلة الأساسية أنه لدينا بنية تحتية لدينا مدارس كرة قدم لدينا شبيبة وإذا بيكون موجود لدينا شبيبة أو أشبال أو أشبال أو شبيبة وبتلاقي في عندك فريق كبار بتلاقي الإدارة بدغري بتسارع إنها بدأت تصعد للدرجة الثانية أو أولى وبينسوا وبينسوا إنه فيه بينسوا إنه فيه مثلا عندين أشبال في عندين شبيب اللي هني يقدر يدعموهن ويلعبوهن في فريق الكبار وزيد على هيك كمان فش أننا كمان ملاعب في الوسطة العربي اللي هي تكون في عنا مؤهلات إنه وضل الفريق يلعب بدرجات أعلى اليوم خذ مثلا على سبيل مثال بالعكس أنا أنا لعب سابق العد في في الريني اليوم اليوم موجودين في الدرجة اللي إحنا إحنا منشوف وللأسف مثلا فيش عندي مثلا ملعب بيتي فمن هون إحنا منبلش وبشد عاضر إحنا اليوم لما أنا الأخ خشام أخذنا لما توجه إلنا رئيس المجلس سليم سليب بتوجه إلنا وقاعد معنا وطلب مننا نحنوه الفريق كان إحنا في عنا كثير كثير شروطات اللي هي أول إشي وهو كمان طلبوا إنه أنا بالنسبة اللي بتضي بالدرجة الثالثة أربع خمسة سنين بالنسبة لإله بس مشكلة بس المشكلة الأساسية هي أنه لازم يكون في عنا مدارس كرة قدم مجبور يكون في عنا أشبال مجبور يكون في عنا الشبيبة اللي إحنا نقدر نوقف هذا الفريق وبلاش ما ننسي إحنا مجلس كروم اليوم في عند خامات كبيرة ويعني طلع زي ما بقوله إذ إحنا منطلع ومنجمع اللعيبة نقدر نجمع إحنا في اللعيبة اللي تلعب في أوروبا في اللعيبة اللي تلعب في الدرجة العليا في الدرجة الممتازة وفي عنا قسم كبير يلعب في الدرجة الأولى والدرجة الثانية حاتم عشانيك حبيت أسألك لو كنت بدل ضياء السبع كنت تترك الدورة التركية وتعود إلى مكة بحيفا اعطي نصيحة مهنية حسب رأي بصراحة مهنية بدنا بدون مشاعر لا ليس قصة مشاعر اليوم أنا حسب رأي ضياء لف منيح يعني لعب سنتين ثلاث في دور السيني عود على دبي عود راح على تركيا زي ما بقوله بالأخير الواحد يرجعيك على زي ما بقوله على بلاده أنا حسب رأي أفضل وبلاش ما ننسى أنه مش جاي على فريق جاي على مكة بحيفا أنت بتحكي في الدور الإسرائيلي أفكر إذا برجع هنا بيكون أحسن ليله هيك نحسب رأي نتحول إلى مونديال القطر نتحول إلى مونديال القطر حاتم يعني من المفروض أن تنطلق الجولة الثالث يوم غدا كيف كنت تتقييم المونديال حتى الآن أي منتخب جذب انتباهك من ناحية الأداء من ناحية القوة أول أول نقطة أنا لازم من الواحد يحكيها أنه بالنسبة أن الدولة قطر كيف عزم المونديال عندهم هذا أكبر إنجاز أنا حسب رأي كثير كثير كانت وحدة إسلامية شفناها بالعكس أنا حسب رأي أنا شهدت عدة منديالات لحد إسنة تقريبا يعني أول 70% أنا متابع للفرق كانت كثير كثير لعبة هي حماسية وكان فيها يعني زي ما بقول كان فيها قشاريرة بس أنه للمنتخب السعودي حقق الفوز على على المنتخب الأرجنتين مع أني أنا بحب المنتخب البرازيلي كفطبول يعني فسبحان الله يعني صار العروب اتدخلت هنا وحن الواحد وشاف أنه عن جد كثير كثير الإشي كان حلي ومن ناحية أداء كمان بيطلع لهم أنهن يطلعوا ويغلبوا هذا يخذ ثلاث نقاط وبالنسبة لل الفوطبول نفسه عجبني الفريق الصراحة الكندي كان كثير كثير منيح عجبني المباراة حضرت أنا عجبتني كثير كثير حسب رأي المنديال صحيح رأي المنديال نخسره بس كان أداء كثير كثير حلو وأنا حسب رأي من أحلى منديالات كانت موجودة سبب التنظيم بسبب الأداء بسبب التكنولوجيا الموجودة اللي قدمتها العربية قطر مش سامع السؤال نعم حبيت أسألك سؤال أخير أخ حاتم أي منتخب ترشح بالفوز بكأس العالم قطر 22 البرازيل الصراحة من هون ولا من هون نعم من قلبك من قلبك ولا من ذهنك إحساس ولا مهني لا لا لأنه إذا بدك تسألني هذا السؤال مجبور أشوف كل المجموعات بس أنا كوني كحاتم أنا بأيد وبحب فريق البرازيل وطبعا في عندهم خامات في عندهم فطبول كثير لعيب اللي عندها زي ما بقوله مستوى كثير كثير عالي حاتم كريم حدثتنا من مجد الكروم شكرا على هذا اللقاء وليتملكم النجاح في الاستثمار بالكوادر الشبية ودائما لنا الاحترام أن نصديبك شكرا لك ويعطيك الفعاف بارك الله فيك شكرا لحاتم كريم حاتم يرشح البرازيل نعم حاتم كريم كمثل كثير ناس يرشح البرازيل البرازيل عندهم كادر وعندهم مقدرة أنهم يوصلوا لها النهاية نخرج وإياكم عزائي المشاهدين إلى فاصل ونعود وإياكم لنواصل برنامجنا على رياض أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين ونواصل وإياكم حلقة اليوم من برنامجنا الرياضي على رياض وفي هذه الساعة منتخب البرتغال بكيادة كريستاني رولالدو يلاقي منتخب غانا ضمن المجموعة الثامنة والتي تضم أيضا منتخب العرورغواي ومنتخب كوريا الجنوبية الذين افترقا مساء هذا اليوم بالتعادل 0-0 0-0 والمنتخبات الأفريقية 0 أهدف حتى الآن حتى الآن نعم المنتخبات الأفريقية لم تستطيع أن تسجل حتى هدف واحد والمباراة بين عمليا إذا بنا نكون غانا مع أمام البرتغال وبعدها يعني بهذه اللحظة نشوف أنه الخوف حتى الآن الفرق المنتخبات الأفريقية 0 أهداف نعم في ظل الأداء الجيد للمنتخبات اليسوية هذا يعطي أفضلية للمنتخبات اليسوية مقارنة مع المنتخبات الأفريقية التي دائما كانت حاضرة بقوة في كأس العالم نعم منتخبات الأفريقية عمليا لحد اليوم من كل أنه فريق سجل هدف يعني مستوى الأداء المنتخبات الأفريقية مشكل عادي يعني السنغال والكاميرون لم يستطيع أن يسجلوا أي هدف وإحنا بانتبار غانا أمام برتغال ولكن المنتخبات الأساوية عمليا تثبت حالها يعني حتى كوريا الجنوبية يعني شفنا مباراتهم اليوم أمام أورقواي انتهت بالتعادل 0-0 هذا التعادل الرابع يعني 0-0 مع أنه حاتم أشاد بأداء منتخب كندا وأنت أيضا أشاد بأداء منتخب كندا الذي لا يحمل الأسماء النجومية مباراة سويسرا 1-0 بصعوبة كالمعتاد 1-0 جميع مبارايات سويسرا هدف هون هدف هناك الشوط الأول كان من الأداء سيء التقارب بين أداء المنتخبات في كل القارات بالنسبة للمنتخب الكندي أخي إبراهيم زي ما حاتم أشاد إليه أداء جيد جدا أداء منتخب كندا شفنا فريق وبدون أسماء بدون نجوم بدون كذا بس شفنا فريق بالعفاتبول الحلي وبالعفاتبول ممتاز على مستوى عالي جدا مجموعة كندا ضم بلجيكا كرواتيا المغرب كندا هل تعطي حضوض للمنتخب كندي بعد الأداء الجيد يعني جملة جملة لابد منها أنه منتخب كندا أهضر ضرب الجزاء 11 متر لما نتيجي كانت سبر سبر استطاع كرطواء كرطواء نعم فكان إحنا نستد من كرواتيا يعني مبرار قادم إليهم مع كرواتيا يعني نعم خسروا واحد سبر أمام بلجيكيا وبلجيكيا لم تستحق الفوز يعني لأن منتخب كندي كان أفضل نعم يعني أداء منتخب بلجيكيا كان أداء ضعيف يعني أيدي نازار وديبريني كانوا يعني ضعاف ضعاف ولكن عندهم تيبو كرطواء حارس مرمى قدير عملاق عملاق استطاع أنه يصد ضرب الجزاء 13 متر هو اللي جاب لهم الفوز حسب رايي نعم أمام بلجيكيا نعم منتخب كندي راح يكون له كلمة مع مزيد أسف لأنه بنفس المجموعة مع المغرب مدومنا تحدثنا على برتغال هناك يعني تقاريط صحفية وتحليلات أنه رونالدو بعد الضجة التي كانت مع اليونايتد هناك قويل يبقى أنه سينتقل إلى بريس سان جيرمين ممكن أنه هذا الإشي تحقق وكيف ترى نيمار ميسي مبا رونالدو يعني وجوم رعيب يعني يعني رونالدو مع ميسي بنفس الفريق هذا حلم حلم لكل إنسان لكل هاوي لكل عاشق كرة قدم وأعتقد أنه صعب هذا يكون وأنه رونالدو يصير بريس نعم ندونا نتحدثنا عن رونالدو سنتحدث أيضا عن جوزي ميرونيو الذي يقول المدرب الذي يقول هناك غرور وآنانية في كرة القدم الأوروبية لقد عملت مع أفضل اللاعبين الصحيحة شو التصريحات أخي أحمد ممكن أنه مدح ولا في شي منه يعني داما ميرونيو بتطلع على قدام في شغلتين يعني من ميرونيو لما قال شي من النوع هو كان فعلا لأنه إحنا شاهدنا أنه قسم كبير من اللاعبين الأوروبيين اللي أجوا للمونديان في قطر وعمليا هم جايين بكبرياء وباستخفاث من الفرق اللي أقبالهم بينما اللاعب الأسياتي الأسياوي بمنتخبات السعودية واليابان شوفنا كمالتحديات وكمالتحكم 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 الموجودة عندهم وبنفس الوقت عمليا ميرونيو يمكن بحضر لحاله كمان شغلي أو كمان منتخب لقدام في منطقة الخليج ممكن بيطمح أن يكون مدرب لقطر أو لسعودية أو إلى آخر أو لفرق ثاني اللي بده يعمله كمان صفقة حلوة يعني بنهاية يعني ممكن أن نرى مورينيو مثلا بأحد الأندية القطرية عما قريب أنا لا أستهجن أنه وصول مورينيو لمنطقة الخليج والعمل كمدرب أو كمدير مهني طبعا في إحدى المنتخبات أو الفرق بمنطقة الخليج مدونة تحدثنا أخي أحمد عن قطر وعن استضافة المونديال هناك الكثير من التحليل والمعلومات بأن الكثير من اللاعبين وأصحاب الأموال اللاعبين السابقين الذين اليوم يرون بدولة قطر مكان للاستثمار وأيضا العيش كيف ترى مثل هذا التحول أخي أحمد واضح جدا أنه المونديال وتأثير المونديال بعد المونديال عمليا في قطر أنه سيكون اقبال شديد اقبال جدا شديد وستجنش أنه قطر تحاول أنها تجيب اليورو عندهم في الدورة القادمة لأنه قطر اليوم من المنشآت والأموال التي صرفت بتحضير والتجهزات لكل الأشياء الموجودة اليوم هذا ما أشارت إليه الإدارة القطرية التي كانت كأس العالم هو مجرد مشروع من أجل مشاريع استثمارية اقتصادية مستقبلية في دولة قطر وهذا ممكن أن يعطي اللاعبين بالاستثمار والعيش في قطر حساب رأيك طبعا الأشياء اللاعبين شفوها من هون مش زي الأشياء اللي بيشوفوها هناك بالواقع والحقيقة اللي موجودة اليوم في قطر هي كثير ناس اللي بيستفاجعوا بالكمة وباللاياقة وبالأشياء الممتازة الموجودة غاد يعني يعني كمة التطور والتقدم الموجودة اليوم في قطر بأعتقد أنه قاعد بيجرب بالناس وبكثير ناس وبكثير أصحاب أموال وناس اللي يستثمروا في قطر وبأعتقد أنه الاستثمار سيكون كبير جدا بكرة القدم نكون الآن مع المباراة الأخيرة المساء اليوم البرازيل وسربيا والحكم الإيراني علي ريدا سيكون الحكم المركزي في هذا اللقاء سيكون له يعني مهمة تحكمية صعبة مثال الحكم الإيراني في هذا اللقاء سربيا راح يكون واحد من المفاجآت اللي راح تكون في المنديال يعني ممكن تكون سعودية اثنين ممكن تكون اليابان اثنين أو تونس أو يعني أو المغرب يعني ممكن سربيا أن تفاجئ البرازيل بشكل مثل ما جاءت الأرجاتين عن المبارا راحين يتفاجأوا راحين ينصدموا من المنتخب سربيا منتخب سربيا بس ما أعتقد أنه في البرازيل يعرفوا كدش مستوى المنتخب السربي لأن المنتخب السربي متوقع أنه يكون واحد من مفاجآت اللي راح تكون في المنديال الجولة الثانية من مباريات كأس العالم عشرين اثنين قطر عشرين اثنين وعشرين وضمن المجموعة الثانية يلتقي منتخب الويلز وإيران عند الساعة الثانية عشر ظهرا ضمن المجموعة الأولى يلتقي منتخب قطر والسنغال الساعة الثالث عصرا وفي نفس المجموعة الأولى يلتقي منتخب هولندا ضد الإكوادور عند الساعة سادس مساء وموعد مباراة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة التاسئة مساء غدا مباريات مباريات عمليا نحن ننتقل للجولة الثانية تحدد هوية المنتخبات التي ستصعد إلى المرحلة القادمة واضح جدا أن الحماس والحرارة والكوة والإفارة ستكون في مباريات الغد من اعتبار مباريات الغد ومباريات مثل إيران وويلز فوز إيران فوز إيران على الويلز هل يمكن الإيران أن تفوز على الويلز تتشعل المجموعة تولى المجموعة وهذا أعتقد أن هذا هو الذي سيحدث هذا الذي أتمنى أن إيران تفوز على الويلز لأن إيران بحاجة إلى فوز لكي يرجعه ماء الوجه في المباراة الأولى بعد أن يخسره مع منتخب إنجلترا بالنتيجة الساحقة ففريق الذي سجل هدفين بمرمى إنجلترا القوية فوز إيران على الويلز وفوز إنجلترا الولادة المتحدة الولادة بإنجلترا في المرحلة القادمة. بعدها من أن ننتقل جولة الثالثة. يعني سعيتها ممكن نعم ممكن الحرب العالمية تكون إيران والولادة المتحدة. الحرب العالمية أنا أقول لك أخي، الحرب العالمية القبرى ستكون بين ألمانيا وإسبانيا. هذه المباراة تستكون حرب عالمية طاحنة. وخصوصا يعني يعني بعد النتائج التي كانت وممكن يعني خصوصا أن المباراة ستكون الثانية بين أفريقان يعني ستكون المباراة بعد المباراة اليابان وفي حال فوز اليابان قبل مباراة إسبانيا والمانيا لا خيال لألمانيا إلا الفوز مما سيشعع أنجلت حرب عالمية قوة رياضية كبرى نعم نعم بدون شك يعني أنت يا خبراهيم أنت وضعت إسبعك على النقطة أو على المباراة الحساسية جدا ما ظنش أنه بي كمان مباراة حساسية اليابان ستلعب مع كوستاريكا أولا نعم وفي حال فوز اليابان مع كوستاريكيا لا خيال لألمانيا إلا الفوز على إسبانيا وإذا إسبانيا فازت على ألمانيا علامة سؤال كبيرة باي باي لألمانيا يعني فريق منتخب مثل كوستاريكا اللي خسر 7-0 من نتيجة ساحقة مع الإسبان مش معقول يغلب اليابان اليابان فازت على ألمانيا ففوز اليابان على كوستاريكا اليمن بيصير مع ست نقاط بينما إسبانيا يبقى مع ثلاث نقاط وألمانيا بيصيرها نقاط أنا فطعت كثير لو قدام لأنك حكيت على الحرب العالمية ولكن هناك مباريات أيضا قطر والسينيغال غدا قطر والسينيغال البلد المضيف لا خيار أمام قطر إلا الفوز في مباراة صعبة الفرق الأفريقية لم تسجل دورا وحضورا جيدا سفر أهدام ممكن أن قطر مع الجمهور مع الإعلام مع القطارة ممكن أن يفوز قطر ويجدد أمال الانتقال إلى المرحلة القادمة نفس الأشياء إبراهيم اللي قلت عن إيران أنه بدون مردوا اعتبار ويفوزوا في مباراتهم مع الويلز قطر هي الفرصة الأخيرة لهم في هذه المباراة أمام السينيغال لأنه قد دفاع السينيغال اللي خسروا أكل هدفين يعني تلقى هدفين من هولندا فأعتقد أنه مش صعب على المنتخب القطري أنه يسجل هدف في شباك المنتخب السينيغال ويفوز عليه هولندا والإكوادور أي فريق سيفوز سيتربع على أشياء المجموعة حسب مستوى كرة القدم اللي شاهدنا المنتخب الهولندي أفضل من المنتخب الإكوادور سجل ولكن سجل بآخر خمز ذكائك الهدفين يعني صح أنه كان أفضل ولكن التسجيل جاء متأخرا الإكوادور ممكن يلعب بصورة تكتيكية دفاعية مما يذهل ويصعب على الهولنديين يعني منتخب الإكوادور في الشوط الثاني له أمام منتخب قطر هو كان منتخب ضعيف جدا يعني مستوى الأداء في حال تعادل هولندا وليكوادور وفوز قطر أو السينيغال سيشعل المجموعة نار نار يا حبيب النظر طبعا كل نتيجة عمليا هي اللي راح تقرر شو الاستمرار في المجموعة فأعتقد أن قطر راح يوز على السينيغال وهولندا راح توز عليك أخي أحمد كيفما دائما تمتعنا من خلال هذه الحلقة والتحليل التي قدمتها شكرا لك دائما نلتقي معك على خير ودائما تأتينا بالتحليل والتميز بالإبداع شكرا لك ألف شكرا أخي برايب أعزائي المشاهدين نأتي وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الرياضي هالا رياضي هذا هو إبراهيم بوعط سيحييكم باسم أسرة البرنامج وعلى أمل لكابكم في لكاءات وبرامج رياضي لاحقة تقبلوا منا باسم أسرة البرنامج أجمل تحية وإلى اللقاء اشتركوا في القناة